طعم سمار من القرنفل في هذا المكان كل ليلة قبل النوم ولن تستغني عنه طيلة حياتك وشاهد ما الذي سوف يحدث لجسمك بعد استخدامك للقرنفل بهذه الطريقة لمدة سبعة أيام مفاجأة صحية ستغير حياتك ولكن في البداية عزيز المشاهد سنطرح عليك بعض الأسئلة المهمة للغاية هل تعاني من التهاب وتضخم لبروستاتا؟ وماذا عن مشكلة الضعف؟ وهل أنت من الأشخاص المصابين بمرض السكر مرضى النوع الثاني على وجه الخصوص؟ وماذا عن أمراض القلب والتهابات الكبد وحصوات الكلا؟ وهل تعاني من مشاكل في المعدة أو القولون؟ وماذا عن غازات البطن المزعجة ورائحة الفم الكريهة؟ وهل تعاني من مشكلة حب الشباب أو حتى مشكلة تساقط الشعر؟ وماذا عن التهابات في المفاصل وهشاشة العظام وألم الأسنان والتهابات اللثة؟ وهل تعاني من الكرش والوزن الزائد وترغب في التخلص منه بدون تمارين رياضية شاقة أو نظام غذائي صارم؟ فشاهد هذا الفيديو للنهاية لتتعرف على طرق علاج كل هذه الأمراض فقط بمكون واحد إنه لقرنفل ولكن كيف سوف يحدث ذلك؟ سنخبرك لكن قبل أن نبدأ وفضلا وليس أمرا صلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وادعمنا بالضغط على زر الإعجاب لنستمر بتقديم كل ما هو جديد ومفيد وإذا كنت قد تناولت لقرنفل ولو لمرة واحدة اضغط لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس لنعرف عدد الأشخاص المهتمين بهذه النوعية من الفيديوهات مرحبا بكم من جديد اليوم سوف تتغير نظرتك عن نبتة لقرنفل المعجزة هذه النبتة التي وهبها الله لنا وجعل فيها قدرة هائلة قادرة على علاج العديد من الأمراض حيث أن تناول لقرنفل يساعد في حل معظم مشاكل الجسم الصحية فهو يخفف ألم البطن ويعالج الضغط المرتفع ويعمل على تنظيم مستوى السكر في الدم ويعالج قرحة المعدة ويزيد من مستوى هيرموني التستستيرون الذي يعزز الصحة الذكورية والجسدية لدى الرجال ويعالج حصوات الكلا وآلام المفاصل وآلام الأسنان ويساعد في علاج التهاب وتضخم لبروستاتا وكما أن من أبرز فوائد تناول لقرنفل بشكل يومي أنه يعمل على علاج مشكلة الضعف لدى الرجال والنساء والتي أصبحت من أمراض العصر المنتشرة بكثرة في هذا الزمن وكما أن شرب كوب واحد يوميا من منقوع لقرنفل سوف يعمل على تحسين صحة الجهاز التنفسي ويساعد مرضى السكر من النوع الثاني على التحكم والسيطرة على مستويات السكر بالدم ماذا سوف يحدث في جسمك عندما تتناول لقرنفل؟ لقرنفل من النباتات العشبية التي تتمتع بخصائص طبية مميزة إلى جانب نكته العطرية الجذابة فقد لا يعلم البعض أن لقرنفل استخدم على مر العصور في علاج العديد من الأمراض والأوبئة وله الكثير من الاستخدامات الطبية والصحية إلى يومنا هذا فمن فوائد لقرنفل للجسم أنه خارق في دعم صحة الكبد ومساعدته على تنقية الجسم من السموم ومن أبرز فوائده أيضا أنه يساعد في السيطرة على مستويات السكر في الدم وكما أنه من المصادر الغنية بمضادات الأكسادة وحتى يومنا هذا لا يختلف إثنان على فوائد لقرنفل العظيمة وذلك لما يقدمه لقرنفل من عناصر غذائية مهمة للجسم مثل فيتامين A وC وK بالإضافة إلى الألياف الصحية وهذه العناصر الصحية تساعد في الحفاظ على الصحة وتعمل على تقوية المناعة وكما أن تناول كوب من لقرنفل يوميا وقبل النوم على وجه الخصوص له فوائد متعددة حيث أن هذا الكوب سوف يساعد على علاج الالتهابات في العظام والجسم والحد من التهابات لبروستاتا وزيادة الخصوبة لدى الرجال والنساء وبالتالي المساعدة في علاج العقم والضعف والحماية من الإصابة بمرض السكر لدى الأشخاص الأصحاء ماذا يحدث في جسمك عندما تتناول لقرنفل قبل النوم؟ عند تناولك لبضع حبات من لقرنفل قبل النوم أو تناول كوب من مشروب لقرنفل الدافئ سوف تحصل على فوائد صحية لا مثيل لها فهذا الكوب الذي سوف تتناوله سوف يعمل على تعزيز عمل الجهاز المناعي في الجسم وذلك بفضل احتواء لقرنفل على فيتامين سي الذي يحفز إنتاج خلايا الدم البيضاء المسؤولة عن دعم المناعة في الجسم وبذلك سوف يصبح جهازك المناعي قادراً على مقاومة العدوى والأمراض بشكل أفضل وأثبت ما يمر به العالم في الأوينة الأخيرة أن المناعة هي كنز ثمين لا يقدر بثمن يمكنك الآن الحفاظ عليها بتناول كاكوب يومياً من مشروب لقرنفل المحلى بملعقة من عسل النحل قبل النوم بستين دقيقة تحسين عملية الهضم لكي تصبح بصحة جيدة فأنت بحاجة إلى جهاز هضمي بأفضل صحة ويعمل لقرنفل على توفير ذلك فلقرنفل يعمل على زيادة إفراز الإنزيمات الهاضمة في المعدة والأمعاء عند تناولك للطعام بالإضافة أيضاً إلى المحتوى العالي من الألياف التي سوف تعالج الكثير من اضطرابات الهضم مثل الإمساك والغازات وعسر الهضم والتهابات القولون وللحصول على جهاز هضمي صحي خال من المشاكل تأكد من شربك لفنجان يومياً من لقرنفل الساخن تحسين وظائف الكبد يعتبر الكبد هو أحد أهم أعضاء الجسم وأكبرها حجماً فالكبد يعد مركز السموم في الجسم هذا العضو الجبار يومياً يحول ما يتواجد بجسمك من مواد ضارة إلى مواد عديمة الضرر واستمرار الكبد في العمل لفترات كبيرة قد يعرض الكبد للإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة كالالتهابات أو التشمع أو الإصابة بالتليف ولكن بكوب واحد من لقرنفل يومياً ستتجنب الإصابة بهذه الأمراض فيحتوي لقرنفل على الأوغينول وهذا المركب يحسن من كفاءة وظائف الكبد ودوره في تنقية الجسم فتأكد يومياً من تناولك للقرنفل للحفاظ على كبدك بأفضل صحة تخفيف آلام الأسنان إذا كنت تعاني من ألم الأسنان بشكل مستمر فالقرنفل من أفضل الحلول الصحية لعلاج هذا الألم فيحتوي القرنفل على خصائص التخدير الموضع مما سوف يمنحك الشعور بالراحة الفورية ولذلك يستخدم أطباء الأسنان زيت القرنفل كمسكن لآلام الأسنان وأيضاً للحماية من آلام الأسنان والتهابات اللثة المزعجة وذلك بوضع قطرتين من زيت القرنفل على مكان الالتهاب في اللثة أو بمضغ فص من القرنفل وحشوه في مكان السن الذي تشعر به في الآلم وستلاحظ النتائج الفورية تخفيف آلام الصدع إذا كنت من الأشخاص الذين يشعرون دائماً بالصدع المستمر مثلي ومثل 90% من سكان هذا الكوكب فلا تقلق لديك الحل المثالي وهو متوفر في منزلك فتناولك للقرنفل سواء على شكل حبات القرنفل السليمة أو المسحوق المذاب في كوب من اللبن أو تطبيق زيت القرنفل على مقدمة رأسك ذلك سوف يجعلك تتخلص من آلام الصدع في دقائق معدودة فكما ذكرنا سابقاً أن القرنفل يحتوي على الأوغينول وهي مادة مسكينة للآلام ولكن احرص على تناولك للقرنفل بكميات مناسبة فقد يؤدي الاستهلاك المفرط للقرنفل لحصول بعض الأضرار الصحية والتي سوف نعرضها لكم في نهاية الفيديو لذلك تابع معنا المقطع حتى النهاية وذلك للحصول على أكبر قدر ممكن من الفائدة الصحية الحفاظ على سلامة العظام لن تعاني من ألم العظام بعد اليوم كيف ذلك؟ كل ما عليك فعله هو تناول كوب من مشروب القرنفل بالحليب قبل النوم فهذا الكوب يحتوي على الماغنيسيوم والإفلافونويد والأوغينول وتلك المواد ستعمل على تعزيز سلامة العظام والمفاصل بجسمك التخلص من بكتيريا الفم بشكل عام يحافظ القرنفل على نظافة الفم سواء كان ذلك عن طريق نظافة الأسنان واللثة أو تجويف الفم وذلك من خلال التخلص من البكتيريا الضارة كما أن استخدامك للقرنفل على مدى طويل سوف يخلصك من رائحة النفس الكريهة وللحصول على هذه الفائدة احرص على مضغ من فص إلى فصين من القرنفل يوميا قبل النوم الحفاظ على المستوى الطبيعي للسكر في الدم إذا كنت أحد مرضى السكر فإن تناول القرنفل وإضافته إلى الأطعم التي تتناولها سيحافظ ذلك على مستوى السكر الطبيعي لديك لأنه بآلية معينة موجودة في القرنفل تقلل من التركيز العالي للغلوكوز في الدم وبالتالي سيعمل ذلك على معادلة نسبته الطبيعية في الجسم منع الإصابة بالأورام السرطانية يحتوي القرنفل على خصائص مضادة للأكسادة ومضادة لتكون الأورام في الجسم لذلك ينصح أطباء التغذية العلاجية بتناول كوب يومياً من القرنفل وبشكل مستمر فذلك سوف يحميك من الإصابة ببعض أنواع السرطان من بينها سرطان الثدي سرطان المبيض وسرطان البروستاتا وسرطان المعدة وسرطان القولون فالقرنفل يمنع نمو خلايا الأورام ويسرع من موتها مفيد للجلد والشعر يعد القرنفل من أحد أفضل العلاجات الطبيعية لعلاج حب الشباب لأنه يحارب أقوى مضادات البكتيريا التي تسبب ظهور حب الشباب إضافة إلى ذلك يعمل على علاج بعض مشاكل الشعر كالتساقط والتقصف والثعلبة ويعالج الصلاع الوراثي فالقرنفل يحفز من تدفق الدورة الدموية في فروة الرأس مما يزيد من نموه وكثافته كيف يمكن تحضير مشروب القرنفل في المنزل؟ الطريقة بسيطة وسهلة كل ما عليك فقط اتباع الخطوات التالية المقدمة من قناة الوصفات الزوجية المكونات كوب من الماء المغلي ملعقة صغيرة من لقرنفل المطحون أو ما يعادل 5 إلى 10 مسامير من لقرنفل ملعقة عسل نحل طبيعي طريقة التحضير قم بوضع ملعقة لقرنفل المطحون أو حبات لقرنفل في كوب الماء وبعد ذلك قم بصب الماء المغلي عليه وقم بتغطية الكوب جيدا لمدة 10دقائق وبعد ذلك قم بنزع الغطاء وقم بتصفية لقرنفل من الحبات الموجودة فيه وقم بإضافة ملعقة عسل نحل للتحلية واستمتع بأفضل مشروب صحي مفيد يقي جسمك من الإصابة بالعديد من الأمراض ماذا يحدث في جسمك عندما تضع القرنفل تحت اللسان؟ يساعد وضع القرنفل تحت اللسان يومياً على خفض الضغط المرتفع بسبب احتوائه على مضادات الأكسادة ومواد تزيد من توسيع الأوعية الدموية والشرايين مما يساعد على انخفاض ضغط الدم المرتفع بشكل تدريجي حتى يصبح بصورة طبيعية يقلل القرنفل من الإصابة بأمراض السرطان المختلفة مثل سرطان الرئى وسرطان الجهاز الهضمي ويعالج القرنفل مشاكل الجهاز الهضمي مثل اضطرابات المعدة وعسر الهضم كما أنه يعزز من عملية الهضم عن طريق تحفيز إفرازات الإنزيمات الهاضمة ووضع القرنفل تحت اللسان يومياً يساعد في السيطرة على مستويات السكر في الدم كما أنه ينق الدم من البكتيريا والأجسام الغريبة ويساعد القرنفل في تخفيف آلام البطن وذلك لأنه يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات تساعد في تخفيف الآلام ينصح بامتصاص القرنفل تحت اللسان لأنه يقوي عضلة القلب وذلك لاحتوائه على مضادات الأكسدة ويساعد القرنفل في علاج قرحة المعدة وذلك بسبب احتوائه على مجموعة من المركبات تساعد في علاج قرحة المعدة المؤلمة التي توجد في بطانة المعدة أو الاثني عشر والمريء يقي من الإصابة بانسداد الشريين القلبية وذلك لأنه يساعد على انخفاض مستوى الكوليسترول الضار وامتصاص القرنفل تحت اللسان يساعد في تخفيض الوزن وذلك لأنه يخلص الجسم من الدهون المتراكمة بسبب احتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة يساعد امتصاص القرنفل تحت اللسان في إزالة السموم من الكبد كما أنه يعالجها من التليف مشاهدين الكرام هذا كان كل ما لدينا اليوم شكرا لكم على المشاهدة جميع الحقوق محفوظة لقناة الوصفات الزوجية إلى اللقاء اشتركوا في القناة